اشتركوا في القناة وتقليل نسب ومعدلات الإصابة الناتجة عن المخالطة وتجنب ارتفاع عدد الحالات بعد العيد وأكد الدكتور وليد المانع بأن المسؤولية خلال هذه المرحلة تتطلب عزم وتكاتف الجميع عبر الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لتجاوز هذه الجائحة وآثارها وحماية الفرد وأفراد أسرته منوها إلى همية اقتصار التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك على العائلة الصغيرة للساكنين بنفس المنزل مع الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند التواجد بقرب كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة وعدم الخروج إلا للضرورة مع الزامية ارتداء الكمامات أو أقنعة الوجه والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وضاف الدكتور المانع أن جهود مملكة البحرين ومساعيها في التصدي لهذه الجائحة تسير وفق خطوات مدروسة حيث تم تسخير كافة الأمكانيات لتعزيز هذه الجهود كما أن توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وأطلعه المستمر على كافة المستجدات المحلية والتطورات العالمية حول الفيروس أسهم في دعم جهود المملكة إلى جانب الدور البارز الذي تقوم به الكوادر الطبية والتمريضية التي تعمل بكل ثبات واجتهاد لضمان الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع معرباً عن تطلعه لمواصلة كافة الجهود المبدولة لتجاوز الجائحة بنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة شكرا للمشاهدة